صح 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 ص وصلتنا مبارح أو اللي قرأناها مبارح اليوم رح نحكي عن مواقع التواصل الاجتماعي وحالات الطلاق نسبة كتير كبيرة من حالات الطلاق في الأردن اللي عم بتم تسجيلها مؤخرا يعود سببها إلى مواقع التواصل الاجتماعي وأنا أول منادي باتت هذا الخبر قلت لتكون هاي ظاهرة يعني محلية أردنية فقط إذا بتدوروا بتلاقوا بأنه 60% من حالات الانفصال والطلاق بفلسطين سببها مواقع التواصل الاجتماعي العراق الحال ذاته وفي مصر أيضا مواقع التواصل الاجتماعي للأسف عم بتأثر سلبا على العلاقات الأسرية والزوجية هلأ شوفوا إحنا شو مشكلتنا يعني أنا قدرت ألخص المشكلة من حديثي هلأ مع ألا الله يسلمها اللي عملت لنا ميك أف مبدعة أز يوجول عم تحدث أنه إياها نتبادل ونتجاذب أطراف الحديث اكتشفت بأنه الواحد ما برضب اللي عنده ومواقع التواصل الاجتماعي بهاي الفقاعة الافتراضية تعزز هذه الفكرة الساذجة النمطية اللي احنا كلنا بنحس فيها احنا ما منعدني عم نوى في بعض الأحيان ما منشوفهم ألأ ببساطة عم تحدث أنوايا منحكي عن شعري فأنا جاي بإكستنشن جديدة فعم بقول لهاني عن الإكستنشن فبتقول ألأ شوف كيف هلأ بستغربوا آلة إنها بتحط إكستنشن المهم فبيقول هاني بتقول لي تخيلي ندوش أنا بسحب لون شعري عشان يبطل ناعم وال عشان يخشن شوي تخيلوا البنة شعرها احنا منتمنى منحط 7000 نوع تريتمنت على شعرنا عشان ننعمه وهي بتقول لك أنا يا عمي بسحب لونه عشان بدي فيه نكشة معينة هاني بقول لي مظبوط فيه عندنا زبونة بتيجي كل شهرين تعمل هايلايتس لأنه هي بدها شعرها يبطل ناعم مثال بسيط جدا ولكنه مرتبط نوعا ما بتفاصيل حياتنا اللي عندنا مش عاجبنا أنا رما أفتح على فيسبوك أشوف أنه فلاني راحت على المالديفز فلاني هي وجوزها حدروا لكلاسيكو ببرشلونا فلان عم بتغزل بفلاني ويعني عم بكتب لها عبارات رومانسية وأنا جوزي ما بقول لي كيفك يا حلوة بدايا وبفكر أنه هم عايشين حياة متالية طبعا وهي المشكلة جانب من المشكلة اللي حكيناه هو موضوع الغيرة والتنافس اللي احنا عم منعيشه اليوم صارت في حالة من عدم الرضا يعني بيننا وبين القناعة في أميال أنا مثلا من الناس اللي هديك المرة اتضح لي شغلة كتير مهمة خلينا نقول أنا كنت متدايقة بس أنا إذا بتفتح ماي انستجرام ستوريز بتشوفني لابسة وراح على عرس وراجعة وكأنه أنا عم بقضي عطلة نهاية الأسبوع المثالية أنا فكرتك مهيصة طبعا هذا الحكي لأنه أنا ما رح حصور لك حالي وأنا ببكي ما رح حصور حالي وأنا مريضة ما رح حصور حالي وأنا متدايقة فهي هاي المشكلة فكروا أنه كل شخص أنتوا بتشوفوه هو عم بيظهر أحسن ما عنده أحلى ما في حياته أحلى ما في يومه وهذا مش غلط يعني برضو في ناس تقولك منافقين لا مش منافقين أنا ممكن أكون بهاي اللحظة تصورت أنا ونادي على الهواء مباشرة بس أنا اليوم مثلا متدايقة هلا أنتوا ما رح تعرفوا أني متدايقة بس رح تشوفوا الصورة الحلوة أني أنا حاطة ميكاف وعملي شعري ولابسي لبس حلو فهذا واحد من الجوانب ورح نحكي عن جوانب تاني ممكن أنها تأثر على علاقتكم الزوجية الناس اللين فصلت وتطلقت يعني لا حول ولا ولكن الناس اللي هلا عايش بفراغ عاطفي أو بفتور عاطفي بليز اسمعوا هاي الحلقة إحنا مكملين معاكم بموضوع اليوم بقول لك بأنه مواقع التواصل الاجتماعي هي تسبب في حالات عديدة للطلاق بقول لك يعني بعض الرجال لأنه زوجته بتنكد عليه كل مرة بطلع من باب البيت فهو بقول لك ماشي خليني أختصر الشر أظل قاعد جنبها ولكن هو فعليا مش قاعد جنبها هو قاعد ماسك على الفيسبوك وبيقلب وبيسوي مشكلة الرجال برجع على بيته أول ما يفوت على البيت بده يشيك مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة فيه من فيسبوك من انستغرام من تويتر بده يشوف اللاعب الفلاني شو صار فيه بده يشوف الممثل الفلاني بأي مطعم تعشى ولكن للأسف زوجته وحبيبته وأمه ولاده ما بيعرف شو فيه بقلبها من سنوات فبالتالي إحنا منصير أولوياتنا مع هذا العالم الافتراضي بتصير مختلفة يعيني عليكي يعني اللي بينطبق علي قالته نادية عبارة البعيد عنك قريب وقريب عنك بعيد صح إحنا للأسف بتصير أنت تشعر أنه أنا ممكن فيه تعلق مع بلوغر معينة أو فاشينيستة معينة أو نجم معين أكتر من تعلقي مع أفراد أسرتي أنا بعرف شو أكل وشو أفطر وأي سعر حل جم بس أنا مثلا ما بعرف أخوي شو عم بعمل مشكلة لما تسيطر الحياة الافتراضية على الحياة الواقعية وهذا الحكي مش حكي كبير يعني فيه ناس بحسهم يفكروا بقولك لا يا عمي أنا شو بعمل أنا بشيك فيسبوك كل هالنص ساعة باليوم ما بتأثر على الحياة المشكلة بالموضوع أنه أحيانا أنت شو يعني ارتباط وزواج؟ يعني شراكة يعني أنا بدي أول ما تسير معي مشكلة بدي أرن على هذا الشخص أول ما أكون مبسوطة بدي أرن على هذا الشخص أي تفصيلة جديدة بحياتي بدي أحكيله إياها اليوم بعض النساء وبعض الرجال هم بيعبروا على مواقع التواصل الاجتماعي قبل ما تكون حكية لجوزها أو قبل مثلا ممكن تصور صورة بتقول معقول عجقة السير زمان كانت ترين لجوزها تقول له يا الله والله الدوار الرابع مسكر من وين أروح؟ حتى هاي تفاصيل الحياة البسيطة بعدتنا عن بعد ما قربتنا هلا هذا الحكي عادي بين الصحبات عادي بين الأهل ولكن مش عادي بين الأزواج لأنه أنتوا المفروض أنه في بينكم وعود في بينكم سر مقدس المفروض أنه في بينكم مولاد فما تخلوا هاي الأمور البسيطة هل قدت بعد بينكم؟ مظبوط هلا أنا هاتو أقولكم قصة بس ما إلها علاقة بأشخاص متزوجين انفصلوا من مواقع التواصل الاجتماعي إلها علاقة بأشخاص علاقتهم كانت مبنية على الفيسبوك وبعدين اكتشفت هي بأنه هي هاي العلاقة عبارة عن أقنعة زائفة ست تعرفت على رجل تمام هذا الرجل متزوج هو اعترف لها أنه متزوج ولكن أقنعها بأنه علاقته منتهية مع زوجته على الأقل على المستوى النفسي أوقات الواحد بعمل شغلات بتكون ضد قناعاته الخاصة وضد مبادئه لأنه هي بنت تجاوزت الخمسة وثلاثين وإحنا بالمجتمع هون يعني جاوزت الخمسة وثلاثين مش متجاوزة يعني أكلتها المهم قالت لك أنا ما بدي أعيش لحالي ارتبطت بهذا الرجل للأسف كلنا نعتقد بأنه زوجة ثانية بحياة الرجل هي إلها الأولوية الأولى زوجة ثانية ترتيبها بحياة الرجل عشان تكونوا بالصورة لا الأولى ولا الثانية ولا الثالثة في بعض الأحيان بتكون المرتبة الخامسة والسادسة بتيجي بعد زوجته الأولى بعد ولاده بعد أصدقائه بعد أهل اكتشفت بأنه نظرة المجتمع على الزوجة الثانية طبعا نظرة دونية لأنه أقول لك هي ست مستغلة معاها واستضافوها وشافوا شو تفاصيل تجربتها بالزواج قالت أنا ندماني لأنه أنا بنيت علاقتي على وهم أنا تعرفت عليه من خلال فيسبوك ماعرفت شو يعني زواج أو ماعرفت شو يعني الزواج من رجل متزوج فبالتالي علاقتي بقت بالفشل فتخيلوا إحنا لوين عم بتروح معانا الأمور لأي إكستريم طلعت الست طبعاً شو رأيك؟ أحكي لك قصة بس نسمع هاي الأغنية على موضوع الخيانة الإلكترونية شو عم بيصير بلاوي على مواقع التواصل الاجتماعي شوفي يا ستلة عزيزة الله يبعد الطلاع عنكم جميعاً ولكن اللي عم بيصير مؤخراً بي خليح نقول بعمان ما منعرف شو عم بيصير ببقية الدول العربية والمدن العربية صاير في مشكلة بموضوع الخيانة الإلكترونية الآن الخيانة الإلكترونية مش معناته إنه أنا أشوفه للزلمة ولا أطلع معاه ولا خلينا نقول يصير في بيننا مكالمات أنت قاعدة ببيتك جوزك قاعدة على تليفونه وأنت قاعدة على تليفونك هذا الزوج زي ما أنت قلت ببداية الحلقة ساقين الحب الاحترام والاهتمام ما في اهتمام لا من طرفه ولا من طرفها الحياة باردة هي بتلاقي رجل مثلاً ابن الجيران اللي صالها 30 سنة ما حكت معاه أو زميل لإلها بالعمل والكلام ينطبق على الرجل عمل لها لايك بتعيش هاي الست في حالة من السعادة على موضوع إنه فلان عمل لي لايك الآن البعض بينظر لهذا الشيء وكأنه خط أحمر ومستحيل يصير هو خط أحمر بس عم بيصير يعني عشان نكون واضحين هذا الإشي مش بعيد عن مجتمعنا اليوم كم العلاقات اللي ما بدي أقول هي هي علاقات وهمية هما ما بيشوفوا بعد ولا بيحكوا مع بعض هو بس بعمل لها لايك وهي بتعمل له لايك وهي بتعيش ساعتين مبسوطة على هالحالة حالة الاهتمام هلا أنا ما بلوم الأشخاص اللي بالعلاقة لأنه بعوقات معينة بالفعل الإنسان بسير يبحث عن أي خيط أو أي هيك كلمة طيب خاطره كلمة بالريئه هذا الإشي غلط ولكن اللوم طبعا على الأشخاص وعلى الشراكة اللي بالبيت قديش لازم يحطوا جهد للتنين يظلهم حابين بعد ما تروحها الشرارة الحب أو الشعور الأول بالحب ولكن كمان إحنا لازم نواجه الواقع وما نتخبه وراء أصبعنا قدي في كم من الخيانات عم بيصير عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعني كم هائل وبقولك علماء النفس والأخصائيين نفسيين يمكن اتدهورت العلاقة الزوجية بين الأزواج مؤخرا لأنه شراكة الزواج أصبحت شراكة اقتصادية بحتة مش بس من طرف الزوجة وإنما أيضا من طرف الزوج يعني الرجل اللي زوجته عاملة بيفكر مليون مرة قبل ما يرمي عليها اليمين ليه؟ لأنه إحنا عايشين في وضع اقتصادي متردي عنده أولاد بده يدرسهم عنده أعباء اقتصادية ومسؤولات كبيرة فالتنين للأسف بيختاروا ضمنيا أنه هم يتنازلوا عن عواطفهم ومشاعرهم في مقابل أنه يظل هذا البيت مستقر نسبيا بيعيشوا بحالة من الخرس الزوجي الصمت الزوجي لا بيحكي معها ولا بتحكي معه كل واحد عايش بفقاعة مختلفة عن الآخر راهف اللي حكت عنه الخيانة في ناس بسموها الخيانة الافتراضية لا هي خيانة فعلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذا أنت صار في تبادل رسائل بينك وبين شخص أصلا هذا أخطر من الخيانة الجسدية هيك بيقولوا علماء النفس زمان كانت الحياة أبسط لأي درجة مريم فخر الدين مرة عملوا معها مقابلة أول حب بحياته كان ابن الجيران كحال عدد كبير من الفتيات تخيلوا لوين كانت المشاعر صادقة بتقول كان ولا إشي كل يوم يفتح الشباك وأنا أفتح الشباك نظلنا تصفن ببعض ما بعرف صوته ما بعرف طوله بعرفش شو بلبس بعرفش ستايله بعرفش شكله عن قريب بتقول لي يوم إجت أمه بعثت لهم شغلة معه إجا هو عند البيت هي شافت إنه هو فتح الباب بدها تاخد منه الشغلة مدت إيدها باس إيدها قالت والله العظيم أعد ثلاثة شهر مش غسلة إيدي حطت عليها كفة وما غسلتها هلأ الفكرة حتى لو في مبالغة بالوصف من قبلها ولكن هلأت كانت مشاعرنا ما بدي أقول ساذجة هلأت كانت مشاعرنا حقيقية هلأ إحنا لايك بتكسر الدنيا هلأ شوفي أنا كمان لازم أحكي ضميري في شغلة كتير مهمة لازم أحكيها فضل لي ستي بعض الناس كمان اللي قرأوا على موضوع إدمان مواقع التواصل الاجتماعي وعن الحالة الافتراضية أو الوهمية اللي بيعيش فيها الإنسان حالة الرضا حالة السعادة حالة الثراء أحيانا اللي بيعيشها الإنسان عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحثوها إنها وهم فبتصير مثلا إذا شافت ست متصورة هي وجوزها وكاتبت له I love you حبيبي تقول لك مش طيلتوا كذابها هذا حكي إنستجرام وفيسبوك لا عادي هلأ فيه ناس عن جد بتحب بعض وفيه ناس عن جد بتحب تعبر عن بعض وفيه ناس مضبوط بتكون لابسة فستان حلو وفيه ناس مضبوط تعامل شعرها بطريقة حلو يعني هذا مش كله يي شعرها فوتوشوب يي ميكاوبها مش حلو يي لابسة هذول الأواعي بتترجعهم يعني كمان هلأ ماشي فيه حياة وهمية بس فيه كتير شيء حقيقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي اسماشيلي بين الأفراد العاديين ما عم بحكي عن البوبليك فيجرز أو الشخصيات العامة عرفت كيف؟ لا مصدوك خلينا نميز لا فيه ناس فيه واحدة عن جد بتحب جوزها نعم نادرة بس موجودة اسمعوا نحتنقرض نحتنقرض يعني قريبا بس شي ستل إكزيست لايب اسمعوا بتذكر كنا عم نحكي مع جلالة ملكة راني العبدالله عن موضوع العالم الافتراضي كانت عم تسألنا عن مواقع التواصل الاجتماعي وكذا قلت لها قصة فعليا صارت قدامي وهاي حكيتها ما اليوم مرة وهي تمثل واقع السوشال ميديا بنت من صحباتي يعني قاعدين بخطبة وكذا وهي وجوزها جنبها عم تقنع فيه تصوروا سلفي الزلمة ما بحب تصور سلفي منخاء منقيره كبار يعني ما بديش نتصور سلفي بدك كمية الشتائم اللي سمعتها والصوت العالي وقلة الاحترام مش عادية فأنا نسحبت بهدوء لأنه حسيت الموقف كذا المهم باي هوك باي كروك أقنعته تصوروا لو تشوفوا الرومانسية الكابشن اللي تحت الصورة حبيبي يا عمري يا روحي يا قلبي جوزي بموت فيه ما بقدر أستغني عنه حياتي بدونك صلطة صلطة وأنا قدامي شايفة الطوشة المدبحة والملحمة اللي صارت فبالتالي خلينا نفرق فيه ناس فعليا ما بيبالغوا بمشاعرهم يفعلا حبي جوزي بتنزل I love you فيه فعليا حبيبته فيه منطق فيه منطق وفيه ناس بيبالغوا فإحنا بطلهمه واختلط الحابل بالنابل رهوف عندي كمان انتقال واحد معلش عاد فضلي عال سريع قبل الفاصل هلا لما انتي بتتعرفي على شخص بشهرين أو ثلاثة تمام وانتي بكون عمرك مثلا 27 سنة يعني انتي يعزك يعني يعزك أخ عرفتي من 27 سنة ثلاثة شهر بتخطبه بتحطي صورتك معه وبتكتبي my everything طب أبوكي شو دورة من الحياة والدتك اللي سهرت إخوانك أصدقائك يعني my everything عبارة كتير كبيرة يعني أنا بحس انه مثلا ممكن anniversary عشر سنوات بعد وقت طويل يرهوفت الحق ما برتبط بزمن يمكن بعد يومين يصير your everything شو بتحطي لي my ألو الكرة الأرضية طبعا الكرة أرضية ونشكل بعد أسبوعين بتركوا بعد ماي ورحة بعد أسبوعين بتصير تكتب الحقير حقير مهما دار الزمن الغيرة الشعور بالتنافس حكينا عن الحياة الافتراضية لما تطغى على حياتنا الواقعية وكمان حكينا على موضوع الخيانة الإلكترونية هلأ أبدأ أحكي لكم بما إنه كنا قبل شوي عم نحكي عن الحب رح أحكي لكم حكاية حب هي بسيطة كتبتها لانا مامكغ معالي لانا مامكغ اللي إحنا بنحبها كتير بتجسد حالة معينة بتخيل عدد كبير من اللي عم بسمعونا واللي بيشفونا رح يهزوا براسهم يقولوا آه مظبوط اللي عم بسيطة شاب كان يحب بنت حب خرافي وهما يعني صغار أوكي إشاءت الأقدار إنه هما ما يكونوا مع بعض فالقدر شو يراها فرقهم مية بالمية رح هو تغرب وهي ضلت بالبلد هو تزوج ولكن فترة زواجه كانت قصيرة نسبيا فطلق مرته وهي ضلت هون غير متزوجة رجع على البلد راحت سنين ورجع على البلد شافها بمول شافها من بعيد هي مش هي هي مش هي كذا تأكد إنه هي حركاتها راسها عيونها كيف كذا قال لك هي ركض عليها قالها طبعا كان في نوع من الخجل هي بس شافة انصعقت قالها أنا كذا متذكرتيني قالت له طبعا هو أنا أدري أنساكه منها الحكي تبادلوا أرقام الهواتف وقالوا لبعض بدنا نشوف بعض على العشاء باليوم الفلاني روح هو على البيت وهي على البيت عايشين بحالة من الهيام مقتنعين بأن القدر اللي فرقهم مصر أن يجمعهما مرة أخرى المهم لنفترض أنه كان بدون يلتقى يوم الخميس على العشاء يوم الأربعة هو عن بناء التاي بدون يلبس رسمي عشان يبهرها هي بدت تعرف بدت تروح تحط ميكب تتضبط شعراتها وإلى آخره التقوا شوفي أنت الدنيا قاعدين بهالمطعم في زاوية شاعرية العيون كانت تتكلم لأنه في شوق طبعا بس ما كان في أي نوع من الحوار أو التواصل أو المواضيع المشتركة ما صدقوا يمرأ الوقت بعد ساعة زمن آموا صافحوا بعض بمودة وكل واحد راح بطريقه هي كان شعورها تاني يوم إنه أكيد مش هذا الرجل اللي أنا بدي أتخلى عن حريتي عشانه تمزحي وهو كان شعوره شو هاي ما بتشبهني بولا إشي صار يدعي يا رب اللي جمعتني فيها أقدر أنسحب بدون ما أجرح شعورها علي هاي القصة هدي تشبه أحوال الكثيرين طبعا وهاي القصة كتير واقعية يعني هذا هو اللي بيصير إحنا دائما بنحضر أفلام إنهم بلتقوا بعد عشرين سنة وثلاثين سنة وبتطلعوا بعيوم بعض وموسيقى تصويرية ولكن هذا هو الواقع هاي هي الحياة الحقيقية وأنا بقول اللي بيصير معا هيك بيكون عنده فرصة إنه ما يقول ماذا لو أيوة شعور الماذا لو سيء جدا هذا الفكرة والفكمة من ورا القصة ما عمرك تقول ماذا لو كون شخص قدري اللي بكتربوا إليك القدر هو الأحسن لك أكيد بس في ناس هم فرصة عمر شاي أحكي نفسي العبارها وحيات الله جاي يقول إنه بعيدا عن السلبية في أشخاص هم فرصة العمر شو هذا خلص خلص يوم يروح فاصل فاصل يا شماعة اسمعوا اسمعوا قبل فاصل رهب في أغنية رح تموتي عليها اسمها بأمان الله جديدة حسين الجسمي بالألفين وخمسة عشر خوف الله بأمان الله خوف الله اسمعوا بقول له أنا الأرباح والأفراح والفايض وراس المال بعدين بيودعوا بقول له بمان الله يا شخص مع عمره خذا عمري ففي أشخاص هم فرصة عمر طبعا فاصل رهب فرصة عمر حبيبتي أنت فاصل ونعود صح الصح الصح صح الصح صح 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 ماروتنا آه شكرا